الحكم الشرعي الفقهي الذي نتناوله لهذا اليوم يتعلق بموضوع عدة المرأة موضوع العدة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المرأة في حين عندما تفارق زوجها نقول باختصار لا شك أحكام العدة كثيرة ولكن نعرج على بعضها من باب معرفة بعض الشيء أولا أيها الإخوة عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ولو كانت عجوزا حتى ولو كان عمرها مئة عام لا تفقط عنها العدة لأن العدة ليست هي فقط لبراءة الرحم هذه إحدى الحكم لكن العدة فيها معنى تعبدي لله سبحانه وتعالى فحتى لو كانت المرأة كبيرة ومسنة ولا يمكن أن تلد ولا تحمل ولا تنجب أولاد فإنه يجب عليها إذا مات عنها زوجها أن تمكث في بيتها أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المطلقة ثلاثة قرؤ كما في نص القرآن الكريم والقرؤ هو الحيض وقيل الطهر على خلاف بين العلماء فإذن المرأة التي يطلقها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ثلاثة حيضات تحيض أول مرة وتطهر ثم ثاني مرة وتطهر ثم ثالث مرة وتطهر يوم تطهر تنتهي عدتها عدة الصغيرة التي لم تحيض لو زوجت وهي صغيرة ولا يأتيها الحيض أو عدة اليائسة من المحيض نعم عدتها إذا طلقت ثلاثة أشهر عدة الحامل حتى تضع حملها ولو كان ذلك بعد تسعة أشهر أو كان بعد تسعة دقائق متى ما وضعت حملها انتهت عدتها عدة من مات عنها زوجها قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام انتبهوا هاي المسألة مهمة جدا وكتير ناس بخرب طفية شخص عقد عقدا على فتاة كتب الكتاب ولم يحن العرف ولم يدخل بها ولم يلمسها توفي في حادث سفر مثلا توفي بأي سبب من أسباب الموت هذه الفتاة التي كتب عليها لها حقوق الزوجة كاملة من الميراث وعليها أيضا العدة أربعة أشهر وعشرة أيام حتى ولو لم يلمسها القضية الثانية اللي بيغلطوا فيها من كتب الكتاب عقد العقد ولكنه لم يدخل بها وطلقها ما مات عنها طلقها قبل الدخول هذه ليس لها عدة أما التي يموت عنها زوجها قبل الدخول فعليها عدة طيب المعتدة ماذا يحرم عليها أشياء ماذا يحرم عليها كثير ما نسمع من الناس هناك من يتفاصح هناك من يتفيهق هناك من يتكلم بغير علم ويقول لا يجوز ويجوز وهو ما عنده علم إذن المعتدة يحرم عليها أشياء أولا عقد النكاح ولو عقد نكاحها في العدة فهو نكاح باطل ثانيا الخروج من بيتها إلا لحاجة ضرورية الأصل أنها لا تخرج إطلاقا لكن لو فرضنا أنها نقلت إسعاف إلى المستشفى أو كان عندها دعوة عند القاضي أو شيء من هذا فإنها تخرج وترجع إلى بيتها ولا تختلف بالرجال قدر المستطى ثالثا إضافة إلى هذه الأشياء يحرم الطيب والزينة والحلي لمن كانت معتدة على موت زوجها لأنه لا يليق بها أن تتطيب وتتعطر وتلبس ثياب ملونة وتبع الأساور والذهب وزوجها ميت هنا في مسألة يعني دائما أسأل عنها كأنه في الأسبوع الماضي حدثت مشكلة في البلد فيما يتعلق بهذه القضية أنه هل يجوز للمرأة أن ترى زوجها بعد وفاته أقول يا أخوان واحفظوا هذا الكلام وانقلوه يجوز للمرأة بعد وفات زوجها أن تغسله مو بس تراه أن تودعه وتقبله وتلمسه وتغسله كل هذا جائز بل بعض أهل العلم نقل الإجماع على هذا الدليل روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس هي زوجة سيدنا أبو بكر غسلت أبا بكر حين توفي وهذا كان في حضرة كل الصحابة باستثناء أبو بكر كان عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير كل هؤلاء كانوا موجودين وغسلته زوجته وأسماء وفي الصحيح تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني لو رجعت لأيام شوي لورا ما غسل رسول الله أحد غيري ما غسل رسول الله أحد غيري فلذلك الآن بعض الناس يعني بيتفاصح وبيقول للأم خلط ما بجوز تشوفي وما بجوز تودعي هذا كلام باطل وهذا إنسان يتكلم بغير علم وهذا آثم المطلوب أن توضحوا هذه الفكرة للناس وأن تعلموها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقيهنا في الدين